بسم الله الرحمن الرحيم معكم عبدالطيف سودو نائب رئيس جماعة سلا كنت وعدكم الصباح بانه وغندير معكم لايف يعني مباشر حول اشغال العضال واطلاف الطرقات وتظهور رصيف اللي وقع في قرب ثانوية النجد في مدار اسماعيل يعني البلاطو المدار تالوي اول شيء سننضبطو العلاقة ما بين الجماعة وشركة ريضال العلاقة ما بين الجماعة وشركة ريضال هي علاقة مالك الملك العمومي اللي هي الطرقات وشركة اللي تطلب الرخصة باش تخدم اي شركة تحفر الطريق باش تدوز قنات باش تدوز حبل الكهربائية تدوز خيوط هاتف خصها ترخيص من البلدية بحلي بغي بني عمارة ترخيص من البلدية بغي بني ساكن فردي خصوة ترخيص من البلدية اذا الجماعية وداخل في اطارها ترخيص لحفر الطرقات باش تدوز اشغال هادي العلاقة ريضال مسؤول عنها مؤسسة تعاول العاصمة اللي فيها تلتشر جامعة اللي انا اعضوا فيها ولكن انا غنتكلم معكم الان بالصفة يا النائب رئيس جماعة السلام مفوضة في الاشغال وشنو العلاقة اللي بيننا وبين الريضال فيما يخص هالطرقات الريضال طلبت رخصة من جماعة سلا باش تدوز واحد الخيوط الكهربائية عالية الدغط الدغط المتوسط من قرب مدار الاسماعيلية ودرسنا معهم الملف باش ما يديروش انه يتلف الطرقات بشكل يعني خيب الطرق وذكرناهم بانه طلبنا منهم كجماعة قبل ما نقوموا بتهيئة الشارع الحسن الثاني قبل منه بانه اللي عندو شي حاجة بغا يدوزها من ما مندوه خصو يدوزها من بعد ما غرر خصوش حصلناه واذا نرخصوش حلما نرخصوش حلما نرخصناش وقع في المدينة الضغط للطلب الكهرباء وتبقى انقطاع الكهرباء المتكرر رخصنا ضروري تتم إطلاف الطرق وذلك الطريق المهمة اللي صوبنا اللي صوبت الجماعة هي الطريق ديال شارع الحسن الثاني اللي جات بالموازات مع شارع ودار فيه القرانيت يعني الدار بواحد المواد جيدة اشترطنا اليوم بأنهم قبل ما يخدموا يوردوا يقوموا بالتوريد ليست استيراد التوريد يعني يشريوا القرانيت ويقوموا بالموازات ويقوموا بالموازات ويقوموا بالموازات على حسن التدمير وفي الأشغال بطبيعة الحال نؤكدوا على أن مخصوم يأخذوا موازات يعني يأخذوا ويأخذوا 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 كل 20 سنتين ويأخذوا في التدوين ويأخذوا مجموعة الأوراش كانت بيجردوا إطار التواصل معكم لأنكم سكانت المدينة ويأخذوا صوتوا علينا ونحن ندبر الجماعة ويأخذوا نائب رئيس لنخبركم ويأخذوا ويأخذوا أخذوا ويأخذوا مطلوبة ويأخذوا ويأخذوا محبرة وعندما كانت المحفرة و تبعتها و ترى مهارة و ترى الروغر يسرقه و سرقه ومهم مسؤوليتي أنني نتواصل معكم و ترى الخبركم و الذي لا يريد أن يقرأ فاسبوك و يكون مرتاح إذا اشتركنا على اليوم هذه الأمور كاملة لكي يبقى علينا رأينا معهم التراسي يعني المصار بعدناها من الحديقة الجديدة التي يصوبنا تمها لكي لا يدخلوا وسط منها و اجلنا واحد جنب الحديقة حتى يدوزوا هما و دازوا عد كم من الحديقة التي تلاحظوا بأنها تصوبت باقي قساغ الإنارة العمومية و نكملها رأينا معهم المصار و أنهم يأتيوا تصوبت باقي قديمة قبل يبدأ الحفير وهم يطلقوا و يطلقوا كما يحفر و أنهم يطلقوا الصباح أو يطلقوا أو يطلقوا 20 سم و48 سم ما استخدامنا معهم؟ رأينا سنقوم بمنام باقي قديمة كم من المؤكد من رئيس قسم واحد مكلف في التهيئة الحضرية والأشغال ومعاها رئيس مصلحة تقني وتقنيين الذين يكلفون بالأورش ديال المدينة من التهيئة الطرقات ومساحة خضراء من هذا الشيء كامل يتبعون فريضال تدير صفقة مع شركة خاصة وتخلصها إذن رئيس مطالبة تحاسب وتراقب هذه الشركة لدارة هذه الأشغال لا يهمني لماذا نقول لكم اسمية الشركة لدارة الأشغال لهذا الأمر تحمل مسؤولته شركة رئيس التي نعرفها شركة رئيس مزيان رئيسنا لها في إطار هذه القبيليات والأمور كل هذه التهيئة التي درناها لكي تعمل تعمل بالنسبة لنا وفي هذه التهيئة بزيئة لماذا تعمل من الأجهة؟ ومن الآن الماء يجب العيب من الأسل تسمى من الأجهة من الأجهة التي تضغطها تجعلها في الماء ويجعلها أدخلها نصف من الأجهة التي أمتحها من الأجهة وعليه المعطية سوف نتكلم نحن يبدأ بأنه سيكون مباشرة سيكون مباشرة يجب أن يكون مباشرة يسمى الانديس براكتور هذا الانديس براكتور يجب أن تصل إلى نسبه 97% ويجب أن تصل إلى مباشرة هذا هو عمل مع الشركة وقع أنه مليجة هذه الأمطار الأخيرة تبين بأنه كان هناك خلل الماء لا يوجد للعب لا يوجد الضحك الماء يتبع الحفرة ويقوم بالصبر لذلك تبين بأنه ليس مباشرة الماء مليجة دامعه للي دوبوس دامعه الأمور كله اللي كانت في سميتو في الترانشي وهوات الأرض وهوات الأرض والغرانيت طاح مزيان إذن وقعت وقع ما وقع خرجت بعض الشيء بعد المنابر إعلامية ووطنية قنات وطنية وبعض المنابر فيسبوك ومنابر إلكترونية كتقول بأنه هذه أشغال جماعة سلة ويجو تشوفوا الطرقات ديال الجماعة سلة في وقع الخلل أنا غدي نعطيكم طرقات صوبة جماعة سلة وغنعطيكم اختلالات لوقعت بالترخيص من جماعة سلة الريضال من حقكم تعرفوا هذا شيء ماشي كان نقول لكم ريضالا شنو غلطته لا من حقكم تعرفوا الفيضانات اللي فات كل شيء يتذكر بأنه في شارع الظربية في طريق أحد المستشفى الإقليمي من ماكرو الغادية السلة الجديدة كانت هبطة الطريق هبطة الطريق والطوبيس كانت كافية وجبنات راكس باش هزينا طوبيس خرجناه كان خلل كانت قناة ديال الشبكة تطهير السائل مكانش وقع فيها يعني لهم مميزة 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 بشكل مميزة مميزة يدخل بشكل مميزة مميزة وشكل مميزة حيث السحر وفي الان رضا المطالبة تردع كيف مميزة على الخلل الأول شارع الظربية الخلل الثاني شارع مهدية شارع مهدية وقع أنه بعدها بالمناسبة من اللي كانت دوز سيارة كان واحد الضغط من اللي كانت دوز شاحنة أو اللي حافلة بحالة دست عشرة الاف سيارة أول حاجة تعلمت في مدرسة الحاسن الأشغال العمومية اللي قريت فيها أنه دوزة والمرور ديال شاحنة هي عشرة الاف سيارة سيارة الأشغال العمومية اللي كانت دوزة الاف سيارة يعني السيارة تبقى دوزة نهار كامل لا يوجد لكن دوزة حافلة ودوزة كامل عمر بالإسمنت كي يبال لك المشكل وهذا ما الذي يوقع تبقى تبال لك بحال البلاكة وتحت من الأرض خوية ليس التراب تبال لك بحال البلاكة يمكنها تهزت السيارة ولكن من اللي يدوز من الحافلة كتبان هو الذي يوقع في شارع الزربية في الفيضانة اللي فات ووقع في شارع ترقب هدية قرب حي المحات ما بين مقاطعة المريسة ومقاطعة العيادة اللي كان يوقع فيه بحال لك تشد حلوة من الفوق وخويتها وكاتب ركع لك تبقى تبال لك أنفا ينصاج فيها وتهرست ثالثة أنا كنت أعطيكم الكبار الكبار اللي مرتبطين بأشغال لالقنوات لماذا كنت أقول لكم لحقاش ماشي معقول يأتيوا ويحاسبوا جماعة سالة ويحاسبوا عبدالطيف سدو نائب العمدة لأنه طاحت طريق بسبب طاحت سماعة القول حجم الذي ذلك شيء يديره وأنا لم أتغرب من المسؤولية أقولها وكن أكدها أنا كنائب رئيس إذا كانت شيء طريق للجماعة كانت مسؤولة عليها أنا كنت أحمل مسؤوليتي بحالة يقوله الاسبيسيليست جيس في كونجوائي صوليديغ مع الكبار اللي خدمتها وكنت تحمل مسؤولية وكنت أقول لكم دك ساعة ما نوقع بحال نوقع في شارع العلويين في القرية وتصلحت أولا شارع الزربية ثانيا شارع ترق مهدية في الفيضانات اللي فات ثالثا في هذه الفيضانات ترق البحر شارع سعيد العلوي الرابعة وكنت نشرتها لكم قرب شارع الحسن الثاني قرب المركز الوقاية المدنية وكنت طاحت وطاحت فيها سيارة ترقب يعني هذه دغية حيث الممشة بزاف ما نتظرات سيارة تكون دازت شاحنة وكنت طاحت وطاحت فيها وآخرها هي الياب البارح التي وقعت في بلاتو ما بين البنك الشعبي والبلاتو والذي قلت لكم ضوطعت فيه إذا هذه أمور كلها مرتبطة بجودة الأشغال هذه أمور مرتبطة بالتكنيكة وهذا ليس علم صعب يوم الجمعة نوهت بإحدى الأوراش ديال الريضان ورش ديال الشبكة تطهير السائل في حي الموحيدين في طابريكت نوهت به قبل ما تكون شته لأنه من اللي كانت تكون شيئا معقولة ومقادة كان نوه بها وهذا موقع حي الموحيدين إحدى الشركات خدمة وخدامة الآن في قنوات ضخمة ديال تطهير السائل سيكوريتات شانتية ماتير نون بالمحطوط تماما كمباكتاج يعني الدكاكة الكبيرة والصغيرة الأمن في الورش السلامة كل شي مزين ولكن هذا الأوراش اللي كان يوقف هذه الأشكالات ديال الجودة يكون اختلال وقف اللوقات سؤال أنت تطرح انتم مسؤولين عليها صحيح مسؤولين 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 على الترخيص اللي كان أعطوك جماعة رخصنا الردرخص نتابعوها كان نتابعوها وكان نسجلوه محاضر بإطلاف الطرقات بمفوض قضائي وكان ضعائر مالية اللي كيسمح بها القانون وسبق لنا نفدنا ضعائر مالية كيف يسمح القانون وجدنا مراسلة من وزارة الداخلية كتطلب مننا انتريته حتى يتدرس الميل بشموليته فتنقول لكم تفرض علينا أننا نوقفه لحقاش ريضة وكانت تدبئ العلاقة معها كانت تدبئ المفوض مع الجماعة 13 عملات ريبة سالة ميرا وبطبع الحال كان هناك كوميتة سويفي اللي في التوافق ونحن استمرنا ودرنا لعملية القتطاع الخازين الإقليمي التريزوري المدين السلام رفض ينفد لماذا لحقاش عنده حكم قضائي تريد إذا نصلنا للمحكمة المطاقين سجلنا الإطلاف الطرقات ونفذنا للمحاضر الإطلاف الطرقات بمفوض القضائي ونفذنا للمحاضر ونفذنا لزغط دي غسطة لكي نقطع من الريضال من حسابها عبر الخازي الإقليمي ولكن الخازي الإقليمي له أمر من المحكمة لكي لا يقطع إذا الميل بقى طويل حوالي 600 مليون السمتين ما سنقلنا؟ لأننا سجلنا الإطلاف في الطرقات وقدرنا المسطرة لإحتساب الضعائر المالية للإطلاف وما زال لا تنفذت لأن الأمر مرتبط بخلاف وكاين في القضاء نقلت لنا شيء واحد نحبس الترخيص على ريدان إذا حبسنا الترخيص على ريدان ما نكون المتضرر؟ لأن الأشغال التي تقوم بها ريدان إما أشغال تجهيز قنوات كبرة للماء الصالح للشرب بشاريع السلام شاريع السلام هو شاريع محمد عواد من حي الأندلس حتى الكارفور ملتقى ترى قنيترا بشاريع السلام إذا مشاريع كبرى ماء الصالح للشرب بشاريع السلام مشاريع كبرى الكهرباء مشاريع كبرى تطهير السائل وهذه استثمارات التي تدخل في إطار إنجاز استثمارات الملتزم بها إذا لم تقع هذا الترخيص فستثمارات لا تنفج زين المشارك بالماء المشارك بالماء نوع من الذهاب هذا المجد نحل المشارك بالماء يكون في الديور ويشوفوا يخدموا بغينا يكون عند الناس ما يتقطعش وبغينا الواد الحار يخدم يعني يمكن له استوعب المياه اللي كتجي من الشتاو من الديور الأمر الآخر هو الترخيص المواطنين سيد بناء شقة فيلا سكان فردي خصو يربط سكان بشبكة الماء وشبكة الكهرباء وشبكة الطير تكون حوالي سد الأمطار وعشرة الأمطار حسب القرب والبعد عموماً هذا ترخيص صعيب أنك تعرقلها ولا تعطلها ولا توقفها لأنه المواطن منتظر أنه يدخل بسرعة ويتربط بالكهرباء لاحقاش المسترة ما زال طويلة لذلك لا توقف ترخيص لصالح أشغال للربط للمواطنين لا توقف الأشغال الكبرى والاستثمارات وش نوقف هذا الترخيص أسهل شيء أننا نوقفه باش ميتحفروا الطرقان وميتحوه نوقفه ولكن هذا مشي منطق أننا ندرسوا معهم ونزيروا قدر المستطاع ونضبطوا ونجتهدوا قدر المستطاع واحد لحظة لا يمكنك أن توقف لذلك تمشي وعندما تلعب فعندما نستطيع نحن أن نقوم فيها ونستطيع طرقات لا توقف لا تقوم بإستثمارات أو نجدونك استثمارات وتستطيع أن تكون هناك بعض الملاحظات وعندما تدهور الطرقات لذلك الساعة فمثال من بعد الفيضانات السنة الفريطة مؤسسة تعاول العاصمة ضغطت مع ريدال استثمارات أفتلة لكي تكون هناك المشاريع من النقط السوداء وهي عشرات المشاريع كبيرة بحوالي مئتين وسبعين مليون درهم يعني 27 مليار مئتين وسبعين مليون درهم التي ستبدأ الأعمال قبل أن تبدأ ترقصت الاجتماع بحضور ممتيل مجالس المقاطعات وممتيل العمالة وممتيل شركة ريدال الماء والتطير والكهرباء وتزنى في ذلك المشاريع مشروع بمشروع نقطة سومر يعني من ناحية الدراسة الأولية وردنا معاهم كل مشروع ومين سيحدثوا ومن سيحفروا لكي لا يتوقع المشكل توافقنا معاهم على أين سيخدموا وطلبنا منهم بأنهم الذين يوصلوا لدراسات تفصيلية أو ما يسمى بلافون بروجيت ديطائي سوف يصفتون أن ندوصي على كل مشروع سوف نصفتون المجالس المقاطعة التي تعطي الرأي لها ونحن ندرسه هذا اجتهاد من الأشغال أن نواكبها هذا اجتهاد مننا أن نواكبها أما هو الأصل طلبت لي رخصة نعطيها لك تحترم ما تحترمتيش كي القانون نفدوه وراء المحاكم كتبقى متابعة معه إذا هذه المشاريع ديال ١٧٠ مليون ديال الدرهم كانت سنواء منها منها مشروع قرب هذا المكان ديال تاليوين اللي طحت فيه الطريق كي يخص القناة ديال الصرف الصحي ديال المياه الأمطار اللي كتجي من حي السلام وكتهبط لحدات الضوحة في تابريكت سهب القيد وكتدوز للتاليوين طلبوا مننا رخصة كي نعطيهم يحفروا طريق منين سوف يدوزهم؟ سوف يدوزهم في طريق محفورة ما بين الطراموية وما بين الجدردة جديدة لصوبنا منين سوف يدوز بطوغيس قدام البلاتو ما بين الميعارو ما بين البلاتو في الأول المشروع مهم يجب أن يتطلق رخصنا وسمحنا بأنهم يحفروا الطريق ولكن عودة خرجنا لعي المكاني وتبين بأنه يجب أنهم يحفروا على طريق محفورة يمكن أن يصل إلى الخطر بأن الطراموية ينهار جانبا ووتيحنا الطراموية لا نريد أن تحمل هذه المسؤولية خفنا بأنه يوقع هذا الذي يوقع الغرانيت هذا الذي يوقع في شبكة الكهرباء ويعملون قريب الطراموية ونصدقه وسيلة النقل القوية الوحيدة الفعالة ما بين سلاو الرباط اللي هي الطراموية ستسببه في الإزعاج دي له ويقدر ما تنقولش غير يوقع يقدر يوقع بما أنه وقع انهيارات أخرى بسبب أشغال ممكن يوقع فاشترطنا كجماعة بتنصيق مع جميع الفاعلين بأنهم يدار شترانشي أوبير وتنصيق تكلفة غالية ولكن تنصيق وتنصيق من جهة الدوحة وتنصيق كاردون وتنصيق الجيراتوار المدار الإسماعيلية للبلاطو لتنصيق لقد تنصيق لقد جاءت السيدة بالعباس مقبرة سيدة بالعباس إذن اجتهدنا بأنه هذا المشروع الكبير لا نوقع في خلل المشروع 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 تنصيق سنبدأ الشريع السلام الشريع السلام أو الشريع محمد عواد كان ضروري رخصة للريضة بأنها تعمل بالمناسبة بالمناسبة الكتائب التي تتعلق رمغرد لها الكتائب التي تتعلق لها لأن المواطن يفهم لأن المواطن هو المواطن عندما يقدم هذا التقرأ المواطن السلواء أما الكتائب والأمر الأخرى لا يزال لا يزال لها يجب أن نسمع المواطن للملاحظات الحقيقية لكي نسجلها ونمشي ونخدموه ونتعاونو عليها سأعطيكم مثال المشروع الذي شرفنا ونضبئنا وبين المسؤولين من الريضة للصداع ووقفنا عليه هو الشارع السلام الشارع محمد عواد الذي تهبط من الشاطو حي السلام إلى الكارفور قناة كبيرة دوزتها الريضة لكي يتدعم تزويد بالماء الصالح للشرب تابريكت حي كريمة حي الرحمة سيدي موسى حي شماعه الموحر من جهة المريصة ترك البحر كان خص القناة تصاوب إذا كان خص القناة تصاوب طلبنا من الريضة لأنهم يشرفوا على الإصلاح يشرفوا على مسؤولين يتابعوا جيدا نجاج الأشغال وكاننا نتابعوا وعندما ستجدوا بأنه كانت سجيلات المراقبة الأشغال وتشدنا وتناقشنا وتحكينا على الكمباكتاج وعلى التوفنان وعلى التوفنان سالينا التوفنان وتقدات الطريق بقناة 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 الزفد بقناة بقناة اختلفنا معهم على الطريقة واشترطنا كجماعة سالة بأن لا تقوم الشركة التي قامت بإنجاز القناة تقوم بإنجاز تعبيد الطريق لأن تقوم بإنجاز بإنجاز وأن نحن نعم بإنجاز القناة تخصص وتعبيد الطريق تخصص فاشترطنا بأن تعبيد الطريق يكون منطرف الشركات التي نعملها لأنها خدمات مزيانة وكما لا تسمع كثيرا أعطنا أسماء شركات واضحة وخدمة جيدة ويمكن الذين يرقبوا لأن تختاروا واحدة هي البرلون روبي واحد جوج اشترطنا بأن ما يسمى بلايب بولمو يعني من اللي سنأتي فوق منه بلايب 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 40 سنتين ويستطرق كيف يكون حقيق ملحة ومعشاة توفقنا وذلك ما كان الآن شريع السلام من الطرق التي تنجزت وقفنا على الكمباكتاج مع رضا وتصوب وقفنا على الانروبي والحمد لله مجيد الآن سنأتي بعض مشاريع مدينة سلا لذلك من الذين يريدون راقب مشاريع مدينة سلا نوريهم ومشي يشوفهم وإلا كان شيء ملاحظ سنقول يومنا عام ذلك تكون مدينة سلا كان شاريع العلويين في حصين وكانت فيه السنة للفارطة واحد طرف اللي كان تضرر بسبب بسبب انه لم يكنوا دارو ديرو غاردة ما كانش بريفي ولكن الناس كانت تغوتت وبغاية تصوب لها المال كانت تأتي من تلك الترك سبب ذلك الانزلاق وكانت الأشغال سالت ولكن الشركة ما عنداش تسليم المؤقت ومن ثم ونصدق الباتري ونصدق ايضا ونصدق ونصدق والتحل مشكلة العلويين ترك الثاني مكناس ترك الثالث ترك الحسن الثاني شاريع الأطلس الكبير شاريع عودراح أبيد شاريع شارع عبد الرحيم بو عبيد ما بين حي السلام و تابريكت شارع الأطلس كبير في حي السلام شارع سعيد العلاوي و شارع طيب العلاوي في المريسر هذا هو وريع كوبرة التي كانت بدأت في المجلس السابق وكملت في هذا المجلس وتم لاشيف مونديالا في هذا المجلس مرحبا الذي عنده ملاحظة على هذه الطرقات هذه الطرقات شرفت عليها جماعة سلا بمجلسيها السابق و الحال هذه إذا كانت فيها شي ملاحظة فأنا كجماعة كانت تحملوها و نمشيو لها أما الأمور الأخرى التي مرتبطة بأشغال الريضان فأنا نوضحها هناك أشغال مختلفة قبور اتصالات المغرب قبور اتصالات المغرب هي شكل القبر التي تشاهدها في ملتقى الطرقات وهو الواقع يغطي به ห distinguص في شركة الطرقات المغرب كما يقوم بها ثم تخرج وضع من joined تأس اتصالات المغرب على شركة الطاشر تدعو انهم كيتسرقوا وكنتكذير عليهم الإسمنت في الأول قلنا إسمنت بشكل الدب مقبول من بعد قلنا إسمنت فوق إسمنت صنحوه رضو إسمنت زال إسمنت ولا قبر ولو كيتحوا الناس كيتعكلوا فيه الناس تم التواصل بيننا وما بين المندوبة ديالتسارات المغرب في السلام شكورة ودرنا معها لقاء اللي ترقصتوا شخصيا في جماعة السلام وقلت له بأنه متلناش قابلين هاد القبورة اللي اسمتهم قبور تسارات المغرب وعلى اتصالات المغرب أنت تتحمل مسؤولية ديالها وتبدل دوك اللي تسارقوا تدير دي طمبون اللي عندهم واحد الوطوفيكس واحد الوطوفيكساسيون كي يتفيكسها وخصوه قلبه بشي تحل بدأوا فيه غتلاحظوه في شارع الأطلس الكبير غتلاحظوه في ملتاقة شارع الصحراء شارع محمد بن الحسل الوزاني العمل هي كتطلب وقت نحن قد دين فيهم جيد وقال سؤال آخر كي يترحوه الناس يقول لك هدرتين على هذه الشوارع ولكن هناك شوارع أخرى هناك شوارع أخرى متضهورة مثلا واضر رمان كي يهدروا عليه الناس بزاف في تابريكس أنا هنا أريد أن أخبركم بأنه جماعات السالة يوجد صفقة تسمى أمار شيكاذر صفقة إطار كل عام 4 مليون درهم نصلحو بها الطرقات نصلحو بها الطرقات يعني لا نعودوها كاملة كان نمشيه ما يسمى بلوفاينصاج كانت تلقى الطرق فيها بحل فاينص يعني مشققة أو لحفر والطرق اللي كانت فوق 15 المترو قلنا بأنه خصنا نقوم بهم وبدينا فيهم وكي يلائحة ديال الشوارع اللي تم الإصلاح ديالها في السنة الفارطة 2018 غالب داوع أو تاني نفس صفقة بشوارع أخرى وهناك ينتعاون ما بين وتنصيق ما بين مجلس الجماعات السالة اللي كي يصلح الطرقات والاختصاص دياله ومجالس المقاطعات مجلس مقاطعات تابريكت مجلس مقاطعات العيدة مجلس مقاطعات المريسة مجلس مقاطعات حصين مجلس مقاطعات بطانا اللي مكلفين بالطرقات والأذيقة اللي قل من 15 المترو فنفس التنصيق كاين نفس التقنية ديال العمل هو أنه تقطع بألة والدكابي اسمي تلك كوغد لا شوصي لخايب وقدير كوغد شوصي مزيان كوغد شوصي مزيان نوبل وقدير لان روبي مقادم ويس كونباكتا وقد تشوفوا المثال ستشوفوه في شارع الصحراء ستشوفوه في شارع بنو الهيتم قدام وملتقى بنو الهيتم وشارع بوكراع هده مندرسة الفندقية هذا غير مثال وتشوفوه قدام حي الشفاعة في بالطانا إذن هذي أمثلة اللي بغي يشوف كيفاش هذي الإصلاحات كاتم إذن الجريمة عندنا كنقولكم ناجحة مزيان سنقوم استمرين طرقات من الكبير ونزلين حتى نتغلبو عليها بإذن الله إذن الطرقات كثر من 15 متر ونحن نقوم بها والطرقات والأزيقة قل من 15 متر تقوم بها مجالس المقاطعات بنفس التقنية أمر آخر هو أنه هناك أزيقة أحياء نقص 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 تجهيز فكين اتفاقية ما بين جماعة سالة ووزارة السكنة وسلسة المدينة بتجهيز مجموعة الأحياء ميزاني 60 مليون الدرهم لكلفات وزارة السكنة كلفات العمران كما تخدموا في غاجة ذلك ودرنا لقاءات وتم تحديد هذا الأحياء من طرف مجالس المقاطعات ونط العمران جابت مكتب الدراسات طبوغرافي لنزل العين المكان وتضبط هذه الأزيق مع مجالس المقاطعات والآن هناك دراسة تقنية تقنية التي ستخدم ويحتاج تقنية 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 ثلاثة الصفقات تقنية تقنية مكتب دراسات نجي تقنية مهندس طبوغرافي ومختبر عمومي تقنية طلب عروض لتحدد الصفقات التي سيقوم بها الأشغال في هذه الأحياء ناقص تجهيز والآساس تقنية لأنها ستكون حوالي شهر خمسة شهر ستة تكون الصفقات جاهزة لتبدأ الانتلاق إذن هذه التي تهم أحياء أخرى كيف نترك أخرى طرق أخرى التي لم يدخل في طراب الجماعة السلام دخل في طراب الوكالة الضفة أبير قرق والتي الوكالة مشكورة تقوم باللازم سأعطي مثال طرق بريبري الذي كان وقع فيها حضر الطريق حفظاً حفظاً السلامة للمواطنين حين لماذا كان اتفاق السكن والتعمير قلت حفظاً على السلامة للمواطنين تقرر بأنه تمنع ذلك الطرق لأنه تشكل خطر وكان ممكن شيء حافلة تكون هزار بعين خمسين ديال البشر لا قدر الله تقلب قامت وكالة تهيئة أبي القرق بإنجاز دراسة والآن تحددت الشركة وبدأت الأشغال الناس تسول لماذا الأشغال مع الطلب طبيعي أن الأشغال من هذا النوع الذي تكون فيها المنحدر فوق 45 درجة والطرق تكون هي 45 درجة يعني تستخدم في هذا الجانب هذا كامل الفوستابيليزي لتطرق تدوز فهذه تطلب تقنية يعني ما سهل فوكالة أبي القرق تشرف على هذا الطريق وإن شاء الله في الأشهر القريبة تكمل وتفتح المواطنين إذن هذه مواطنين شوف بعض المواطنين سيطرح حين بيعات ضمن المخطط نعم أحياء الأخرى إن شاء الله من بعد نقدم لكم الأحياء حسب المقاطعات التي ينفذ الاتفاق 60 مليون درهم لمجلس جماعة سالة تبعو مجلس جماعة سالة مع السكن والتعبير المخطط 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 تهم مجال الطرق وكان نبقى كنائب رئيس جماعة سالة سالة أشغال ومسؤوليتنا أننا نسمعها تعجبنا أو لا تعجبنا ونقوموا باللازم ونخبروكم بما كان ولكن أنا مشي لحد القسار ومشي تحت تصمع القول حجة وتبدأ القنوات تقول راها أشغال ما أشغال مدينة سلام لا هذه أشغال لها هي التي تكلمت لكم عليها البلاتو ما وقع لها وليوم مشا رئيس القسم ودار لقاء مع المواطنين في جوين يعني مجبدة شوية و تلمر رضال بأنه يعني بحالة يقولون صندير ما شيف أقرب الأجل صندير يعني بدون أجل تبدأ الإصلاح ديالها فهذه أمور اللي خبرنا بكم كان أمر آخر سؤول عليه الناس هو ديال السوق الصالحي السوق مستشفى الإقليمي المستشفى الإقليمي كدعم من جماعة سلا قمنا باتهيئة الطريق لقدامه شريع الزربي قمنا باتهيئة دياله وقد ندرل لان ربي وكان ساعده في إطار هذا المستشفى ديالنا جميع بمساحة خضراء قدامه ومساحتين الداخل كبار لصالح المواطنين دعم من جماعة سلا المواطنين سوف نصابه هذا المساحة الخضراء قريب تدشين دياله لحقاش هناك لقاءات متابعة من هذا الأمر هذا بنعويش ما تابعاش الجماعة السلا صعيب علي نقدم الجانب القاروي ما ما دخلش في طرق ديال من دين سلا في اختصاص ديال الجماعة السلا إذن ما نطورش عليكم هذه مباشرة معكم باش خبرناكم بهذا الملفات المرتبطة بالتهيئة الحضرية وبمواقع منطلاقا من الطريق لسببها أشغال ريدال وكان بقال الإشارة بحلق لكم التواصل معكم وراء الإشارة كان معكم عبدالطيف صودو نائب رئيس جماعة السلا اللي بغت تحمل بعض المواقع الإلكترونية مسؤولية تدور طرقات لسبب دياله وأشغال ريدال السلام وعلي تحضر تحضر تحضر